منذ بدء تركيا مسارها الجديد بالتقارب مع نظام الأسد تؤكد الولايات المتحدة اتخاذها موقفا معارضا لمسار التطبيع مع النظام بشكل عام مبدية في الوقت ذاته تمسكها بالقرار الدولي 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا تركيا حليفة المعارضة السورية والتي بدأت مسارها الجديد بالتنسيق مع روسيا تقول إن الولايات المتحدة غير مرتاحة من لقائها مع النظام بينما تبعث واشنطن برسائل تقول فيها إن على أي شخص يتعامل مع النظام أن يسأل كيف تفيد هذه المشاركة الشعب السوري مضيفة أن النظام لم يفعل أي شيء ليستحق التطبيع معه هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيدي برايس الذي أكد أن بلاده دعمت وستدعم الشعب السوري لتحقيق حل سياسي وفق القرارات الأممية التصريحات الأمريكية يقابلها تخوف المعارضة من الخطوة التركية مع إلحاح على تسريع خطوات الحل السياسي وفق القرار الدولي لإنهاء ما يعيشه السوريون من ظروف ثقيلة ومعقدة لا تحتمل التباطئ تؤكد تركيا لوفد من المعارضة على عدم تخليها عنهم وتبعث برسائل طمأنة للمعارضة السورية السياسية والعسكرية والشعبية وهو ما يتطابق مع ما رشح عن اجتماع موسكو بين رؤساء استخبارات ودفاع النظام وتركيا إذ رفض الوفد التركي طلب النظام بتصنيف جميع جماعات المعارضة السورية على أنها إرهابية بحسب ما كشف موقع ميدل إست آي البريطاني بينما لا يزال ذلك التخوف حاصلا لدى السوريين على ما يبدو ونحن نخاطب قادة الفصائل وقادة الفيقلق أن يخرجوا بسوقيات إلى المجتمع السوري وإلى الثورة السورية أن يقولوا فيها نحن لا نصالح النظام لا نريد غير هذا منهم موقع المونيتورة الأمريكي قال إن الاختلافات الهيكلية بين تركيا ونظام الأسد هائلة ولا يمكن التغلب عليها في أي وقت قريب وهو ما قد يفسر برودة رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التقارب الحاصل بين أنقرة ونظام الأسد مشيرة في الوقت ذاته لإمكانية تنفيذ بعض البنود المشتركة بين الطرفين كفتح طريق إنفور الدولي وإجراء تسوية مؤقتة والضغط على قصد للمصالحة مع نظام وغيرها من المرامي التركية التي وصفها المونيتور بأنها لم تصل إلى خطوط واشنطن الحمراء ربما اشتركوا في القناة